اشتركوا في القناة اليوم حصصا تدريبية لإزالة العياء وذلك بعد المباراة التي جمعته أمام المنتخب الإفواري والتي تغلب فيها بهدف للا شيء وضمن بذلك التأهل إلى الضور الثاني من نهائية كأس إفريقيا وكان السيوارت باكستر مدرب جانب إفريقيا قد خال في النادوس الصحفية أنهم سيبدلون أقسم في وسعهم من أجل الفوز على المغرب رغم صعوبة اللقاء مضيفا أنهم يتوفرون على مدرب محترف ولعبون كبار لكنهم سيلعبون بشكل تبدو أفضل الآن وذلك بعد الفوز على ناميبيا وربما يكون هناك تركيز من الفريقين على التعادل وتعرض حارس مرمى محمود عبد الرحيم مالغينش يوم أمس الجمعة خلال تدريب إصابة حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى قبل المواجهة المقبلة في دور المجموعة أمام أغندا حيث تعرض بقطع في وطر أكليس ومن جهة أخرى أكد اتحاد زينباوي لكرة القدم عدم صحة ما تردد في وسائل الإعلام عن انسحاب منتخب رضي الأحد المقبل برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنهائية كأس إفريقيا المقامة حاليا في مصر مشاهدين نكتفي بهذا القدر ونلقاكم يوم غد في حلقة جديدة في أمل الله